الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيط طيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي أهلا وسهلا بك حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل اللقاء وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول استمعينا في كل مكان لا زال حديث شيخ جزاء الله خيرا متصلا بأسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان التعملات في أسماء الله الحسنى يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فما زلنا مع أسماء الله الحسنى ومع صفاته العلا وفي هذا اليوم سأتحدث عن إسمين من أسمائه الحسنى ويدلان على معنى واحد قد يزيد أحدهما على الآخر من حيث المعنى وهما إسم المعطي وإسم الجوات فالله جل وعلا من أسمائه المعطي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والله المعطي وأن القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله عز وجل جواد كريم يستحي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضهما من قبل أن يجعل فيهما ما سأله أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله والمقصود بأن اسم المعطي ثابت لله عز وجل واسم الجواد وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله جواد يحب الجودة ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها ومعنى اسم الله المعطي يعني المتفرد بالعطاء على الحقيقة فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فالله جل وعلا عطاؤه دائم وسخاؤه مستمر ولذلك سبحانه وعزه والمعطي ويعطي المؤمن والفاجر ويعطي المؤمن والكافر والبر والفاجر في هذه الدنيا يقول جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل ويقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون فالله تعالى من حيث العطاء في هذه الدنيا يعطي الجميع يعطي المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي فالله جل وعلا يعطي الجميع أما يوم القيامة فالله تعالى خص بعطائه أولياءه المؤمنين وأما الجواد فهو كثير العطاء الذي عم بجوده جميع الكائنات فلا يخلو مخلوق من جوده وإحسانه وتفضله وإنعامه سبحانه وتعالى ولذلك يقول ابن القيم وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله إله وأحب ما إليه أن يجوده على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لهم منته ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وألائه فهو الجواد لذاته وجود كل جواد وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده فليس الجواد على الإطلاق إلا هو وجود كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته فجوده العالم اللوازم ذاته والعفو أحب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من العقوب والفضل إليه من العدل والفضل أحب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع وقال رحمة الله عليه ولو لم يكن من تحب به إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة ثم أهلهم وكرمهم ورسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأدن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة وإذا بلغ الذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك بي شيئا لا أتاه بقرابها مغفرة وشرع لهم التوبة الهادم للذنوب فوفقهم لفعلها ثم قبيلها منهم وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله ووفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به كذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا وهو محل إحسانه كله منهم أولا وآخرا وأعطى عبده المال وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك فالعبد له والمال له والثواب منه فهو المعطي أولا وآخرا فكيف لا يحب من هذا شأنه وكيف لا يستح العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم والمقصود إخواني وأخواتي بأن اسم الله تعالى المعطي واسم الله الجواد من أسمائه الحسنى التي فيها من المعاني الظاهرة في خلقه وعباده وفي عالم الشهادة وكذلك ما ادخره في عالم الغيب من الجود والعطاء فنسأل الله تعالى الكريم من واسع فضله وكبير عطائه وجسيم منته لنا ولكم إنه خير مسؤول والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكرم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة ثمانية ثمانية رسالة نصية القصيرة ستة ستة ثمانية ثمانية لمشتركي اتصالات هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم ستة ستة ثمانية ثمانية يقول فضل الشيخ إذا يقول صلى الوتر ثم أراد أن يصلي بعدها هل يجوز له ذلك وكم ركعه يجوز له لصلي بعد الوتر الحمد لله الأصل أن الوتر هو خاتمة صلاة الليل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ولذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل آخر صلاته من الليل الوتر في الغالب وثبت أنه صلى ركعتين بعد الوتر واختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا فمنهم من قال هي سنة ثابتة ومنهم من قال بأنها سنة الفجر ومنهم من قال بأنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته ولذلك واضب على هاتين الركعتين والمقصود بأن الأصل في الإنسان أنه إذا أوتر لا يصلي بعد الوتر شيئا إلا إذا مثلا أوتر وقام وأراد القيام ووجد وقتا لذلك فلا بأس أن يأتي بركعات ولكن لا يوتر مرة أخرى والله أعلم ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم يقول في رمضان أستطيع أن أصوم في سفري فيقول هل لا بد أن أفطر كي أحيي السنة الحمد لله بالنسبة للسفر رخصة بالنسبة للسفر يترخص الإنسان بسببه في الفطر في رمضان فالله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فإذا سافر الصائم فيرخص له بالفطر ولا يجب عليه ذلك فإذا كان الإنسان قادرا على الصيام ولا يترتب على الصيام مشقة فالأفضل له الصوم وأما إن كان يترتب على الصيام مشقة شديدة فالأفضل له الفطر وهذا جمعا بين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام في السفر وأفطر وصح عنه أنه قال ليس من البر الصيام في السفر زاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فالشيخ عمر كم يجب علي أن أمر ابني أن يذهب إلى المسجد الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ولذلك بالنسبة للولد قبل البلوغ يصطحبه والده إلى المسجد وإن كان المسجد قريبا أمره بالذهاب إليه وأما إذا كان بعيدا فيصطحبه معه خشة عليه أما إذا بلغ فيجب على الذكر البالغ أن يذهب إلى المسجد وأن يشهد صلاة الجمع زاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية للقصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز إذا كان يقول علي قضاء من رمضان لم أقضيه إلى الآن أن أتنفل أصو منافله؟ الحمد لله الجواب لا الجواب لا لأن الفريض مقدم على المسنون فيجب على الإنسان أن يبادر إلى إفراغ ذمته مما اشتغلت به من هذا الحق الواجب لله عز وجل ولذلك واجب عليك أخ الفاضل أو أخت الفاضلة المبادرة إلى القضاء المبادرة إلى القضاء لأن القضاء واجب والذي عليه قضاء لم يستكمل صوم رمضان لم يستكمل صوم رمضان فبادر إلى القضاء قبل صيام النافلة لكن أحيانا قد تكون هناك بعض النوافل تفوت ولا تتدارك يعني مثل يوم عاشورة ومثل يوم عرفة فلو كان على الشخص قضاء ومثل هذه الأيام تفوت فلا بأس بالصيام أما أن يتطوع الاثنين والخميس والأيام البيض وهو عليه قضاء لهذا لا يصرح إنه الواجب عليه أن يقضي وأن يبرئ ذمتهم مما اشتغلت به ذاك الخير يا ربا الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يقول متى تكون صلاة المرأة في يوم الجمعة أقول بالتغيير الذي حدث الوقت صلاة الجمعة هل تصلي في وقت الظهر العادي أم بعد صلاة الرجال في الوقت الجديد الحمد لله بالنسبة لصلاة المرأة الظهر في بيتها يوم الجمعة فإنها تصلي عند دخول الوقت وقت صلاة الظهر من كل يوم وقت صلاة الظهر من كل يوم وليس لها علاقة بصلاة الجماعة في المسجد لأنها تصلي الظهر في بيتها فإذا دخل وقت صلاة الظهر صلت الظهر ساك الخير فض الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أوقفت بيت ليوقف ولكن أليه بعض الإجراءات من قبل الدوائر الحكومي ولا أقدر على كمال الإجراءات الحكومية هل المقصود وقف البيت يعني وقف لله عز وجل كان فض الشيخ هذا الذي فهمته نعم عموما وقفت بيت ليوقف ولكن عليه بعض الإجراءات من قبل الدوائر الحكومي ولا أقدر عليه ولا أقدر على كمال الإجراءات الحكومية الحمد لله لا شك بأن الوقف من أفضل الأعمال ومن أجل الطاعات ومن أعظم الصدقات والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الوقف وأرشد إليه وحرض عليه قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر أول ما ذكر صدقة جارية صدقة جارية وهي الوقف أمر الثاني بالنسبة للوقف له شروط من ضمنها أن لا يكون تكون العين عليها مطالبات أو علي على العين استحقاقات أخرى ولذلك دائرة الوقف ما تقبل الوقف وقف العين مثلا إذا كان مطالب بديون أو بمثلا هناك استحقاقات أخرى أو شيء من هذا القبيل لا بد أن تكون العين قد تحررت تحررا كاملا فإذا كان قصد الأخ أنه والله إجراءات يعني من ناحية الإسكان من ناحية القرض مثلا طبيعي جدا ما يقبل هذا الوقف أما إذا كان لا رسوم أنا أعتقد بأن دائرة الوقف إذا كان الأخ في الشارقة تسهل هذه الأمور وتقف مع الواقف ولله الحمد ولديها مبادرات طيبة فما على الأخ إلا زيارة دائرة الوقف وعرض العين عليهم وإن شاء الله سيقفون معه ويساعدونه ويسهلون له إجراءات الوقف أما إذا كانت العين التي يريد أن يوقفها عليها إشكالات مالية فأصرا ما يصح الوقف ابتداء لا بد من أن تتحرر العين تحررا كاملا ساكا الله خير فانسيخ وأحسن الله إليكم معنا أبو سالم تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيك الله بسالم تفضل الشيخ سلبس يوم الجمعة أنا أدخل الجامعة قبل الأذانة ووقت الخطبة بنص ساعة وأصلي ركعتين السنة وبعدين أقرأ صورة الكهف فمحيانا بعد ما دم صورة الكهف يعني أفكر أني أقوم أصلي السنة بس جاني شك يعني أن هذا وقت نهي اللي هو الوقت قبل الصلاة فما عرفنا هل أصلي ولا أكمل أقرأ قرآن وهو متى وقت النهي هذا اللي هو وقت الزوالة أنا ما أعتقد إن شاء الله هل هو يعني إحنا ما نشوف إلا كان يعطينا شيء خيار بالتوقيت قبل الإعلان بأسر لقائك إن شاء الله جزاكم الله خير الله يحفظ جزاك الله خير بسالم الله يبارك أيك الله أخ عبد العزيز تفضل السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله بركاته تفضل أخ عبد العزيز الله خير عندي سؤال بس بخصوص زكاة سكوك الإجارة أنا كان عندي سكوك إجارة واستمر عندي أكثر من سنة فاللي عرف عن سكوك الإجارة أنها تدفع فيها الزكاة يعني من الشركة نفسها قبل فترة بسيطة غيرت من سك إلى سك فبحكم زكاتي إن شاء الله بتقوم في رمضان فهل يشترط علي أني أنا أدفع زكاة الشركة تخبركم أنها تدفع الزكاة هي نعم هذا العقد يقول أن الشركة هي تدفع الزكاة إن شاء الله واضح إن شاء الله إذا كالله خير خابد العزيز حياك الله أخ حسن تفضل السلام ورحمة الله شيخ السعاف السلام ورحمة الله وبركاته حياك أخ حسن تفضل سهلا على الشيخ عزيز سهلا سهلا مرحب السؤال الله يتطول بعمل بشيخ ذكر الله ولا اسم الله وراء سيارته هل يجوز علي أني أنا أقول له ولا ما يجوز كيف السؤال وراء سيارته يعني كاتب لا يله لله محمد رسول الله اسم الله يعني أنا أخباري على اسم هذا نعم يجوز أنا أقول له هالكلام يا شيخ يعني هذا ما يجوز ولا لا والله إن شاء الله إذا كالله خير حسن الله رفضك بارك فيك نعم نجي فرص شيخ سؤال بسالم يقول أنه يذهب إلى المسجد في يوم الجمعة قبل الخطبة بنصف ساعة ثم يصلي السنة ثم يقرأ سورة الكهف فبعد قراء سورة الكهف هل يجوز له أن يعني يتنفل يقول هل هذا وقت نهي ومتى يكون وقت نهي الحمد لله بالنسبة لمن ذهب إلى الجمعة من وقت مبكر لا شكل بأنه حاز فضلا كبيرا ونال ثوابا عظيما بإذن الله وذلك لما صحى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل وافتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن أتى في الساعة الرابعة ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا بيضة فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحوف وها يستمعون الذكر الأمر الثاني بالنسبة لما قبل صلاة الجمعة كله محل الطاعة والعبادة منها كثرة التنفل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وصلى ما شاء ومنها قراءة القرآن ومنها التسبيح وذكر الله عز وجل ومنها القراءة في كتب العلم هذا كله من طاعة الله وعلى ذلك الأخ الفاضل يقول بأنه يصلي السنة ثم يقرأ سورة الكاف هل يصلي بعد ذلك الجواب نعم الجواب نعم حتى يخرج الإمام وهنا اختلف العلماء هل للجمعة وقت نهي أم لا قولا بعض أهل العلم يذهب إلى أن الجمعة كالظهر لها وقت نهي وهو الزوال قبل الزوال يعني بربع ساعة بعشر دقائق يتوقف الإنسان عن الصلاة والمذهب الثاني قالوا بأن الجمعة تختلف عن بقية الأيام لأن جهنم لا تسجر في يوم الجمعة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الجمعة ليس لها وقت نهي بقوله وصلى حتى يخرج الإمام وصلى ما شاء حتى يخرج الإمام قالوا هذا الدليل هذا الدليل على أن الجمعة ليس لها وقت نهي ولذلك أنا أنصح الأخ خروج من الخلاف أن يصلي ما شاء حتى إذا قرب أذان الجمعة الثاني الذي يخرج الإمام فيه على المنبر بعشر دقائق يتوقف عن الصلاة إذا كم الله خير شيخ معنا أخ راشد فضل السلام عليكم السلام رحمة الله وبركاته حياك الله خراشد فضل إذا كم الله خير بارك الله فيك الله يحفظك بارك فيك عندي استفسار أو أو سأل الشيخ عزيز إذا الله خير نعم الشيخ عزيز عندي الوالد قبل وفاته وصى وصى ببيع السيارة والمبلغ يكون للعمرة فما عارفين الطريقة كيف تكون يعني مثلا إحنا حين مشينا بوصية الوالد بعنا السيارة بمبلغ وقدره مثلا عشر آلاف شو الممكن اللي أنا أمشي فيه بهذه الوصية هل ممكن أن أنا اعتمر أنا وإخواني بهذا المبلغ أو وماذا نفعل فيه ضبط يعني ممكن أن زاك الله خير فيه بهذه إن شاء الله زاك الله خير أخ راشد هياك ما شاء الله رد أم راشد فضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي أم راشد نعم الشيخ الله يفضلك الله يباركي عندي سؤال الشيخ أنا إنسانة مرث يعني وتعبت ويأتنا خترة تعبت فيها يعني يعني مراض ومرض خبيث ومنتشر دكات ركرة هم ما عطوني أمل يعني متوكلت عربي وتعالجت الحمد لله وصرت زينة أنا بعد ما قروا علي شيوخ وكذا كانوا يقولوني نفس الكلام من أهلش من أهلش من أقرب الناس لش نحطوط لي في الأكل والشرب أنا شفت هذا الشي بعيني شفته من أقرب الناس لي من أمي ومن أخواتي كانوا يتمنون إني أموت ويأخذون حلالي وبيتي ويأخذون مراتبي أنا متقاعدة يعني شفت هذا الشي بعيني ما حد قال لي ما حد قال لي شفته بعيني كانت تدعي علي وأنا ما عرف وش السبب فعنها ما تاكل إلا من إيدي وما تعيش إلا من إيدي من راتبي الحمد لله أنا ما أمنأ لأمي أنا أدعي لها الله يهديها ويصلح حالها شافني زوجي قال لي شو تسا وكذل يكتب وصية لا أريد لا أمي ولا خالاتي وقفوا على نعشي ما أريد حد يوقف من عشي ولا يحضر لي عزة حاولت أغير فيهم ما قدر كل اللي همهم إني أنا أموت ويأني مرض ورتعالش ست سنوات أكثر وأنا أخذ كيماوي صبح وليل واضح إن شاء الله مراشد قرأوا علي الشيوخ وقرأوا علي والدكاتر استغربوا شو فيش مرة نفحص ما فيش صراطات ومرة نفحص فيش أنا بروح استغربت من عمر يوم قريت قرآن وقعت أقرأ ليل ونهار الحمد لله الله خذها ورد مني هذا الوصية واضح إن شاء الله مراشد أنا ما كاتبوا شيء بس كاتبوا ما يحضروا لي جنازة ولا ليهم شيء من راتب يعقوي أنا ما بش شيء منهدني هذا الشيء حرام واضح إن شاء الله حياة شاء الله نعم مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل لم يكن مستمعين بجددا في ورامجكم شريعة النور فالشيخ لازلنا في الإجابة على أسئلة المتصلين لخبد العزيز هل عن سكوك اللي جارة يقول هل فيها زكاة يقول اشترى أكثر هذه السكوك منذ أكثر من سنة ويقول إن الشركة هي تدفع يعني تخبرهم أنها تدفع زكاة هذه السكوك الحمد لله إذا كانت الشركة قد تأهدت بدفع الزكاة وقمت بتوكيل الشركة بدفع الزكاة فلا بس بذلك يكفي زكاة الشركة يعني يكفي ما تقوم به الشركة من دفع الزكاة لكن بشرط أن توكلهم صراحة مذانك أو أن توقع على ورقة بهذا حتى يعني تكون قد استحضرت الني سكوك اللي خير فالشيخ اللق حسن يقول الشخص يضع على سيارته من الخلف يقول ذكر الله عز وجل فيقول يعني هل يجوز أن ننصحه أو كيف ننصحه بعدم وضع مثل هذه الأمور لأنه اجتمع لها لو ساخ الحمد لله أولا نشكرك على هذا الاهتمام وبالنسبة لإمام المسجد والمؤذن والمفتي والقاضي وطالب العلم بشر يصيبون ويخطئون والنصيحة واجبة النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين والنصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وعامته فجميل جدا أن تذهب إليه خاصة أنه قدوة وقل له بأن تعليق الآيات القرآنية على السيارة يعرضها الامتهان ولا يليق يعني لو صدرت من عامي حصلت عليه الملامة فكيف طالب علم أو إمام مسجد يقتدى به فأخبره بهذا وبين له الفتوى بهذا بارك الله فيك سيكون الله خير فالصيح لخ راشد يقول للوالد قبل وفاته وصانا ببيع السيارة والمبلغ يقول نذهب به للعمرة أو نعتمر عنه فيقول كيف ننفذ الوصية الحمد لله أولا بالنسبة للوصية ببيع السيارة أو بعدم بيع السيارة بعد الوفاة غير ناحية إذا قال أنا أوصيكم بعدم بيع السيارة بعد وفاة هذه وصية غير نافذة وغير صحيحة فالسيارة من جملة التركة من جملة التركة تقسم بين الورثة أو إذا طلبها أحد الورثة يعطى وتقسم من أسهمه ومن نصيبه من التركة نعم بالنسبة للحج عن الوالد أو العمرة اعتمر يقول من مبلغ السيارة هذا لا بد أن يكون برضى جميع الورث لا بد أن يرضى جميع الورثة نعم سأكل الخير فالسيخ مراشد تقول أنها تعبت ومرضت في مرض السرطان تعالجت منه وتقول أنها من أقرب الناس لها وتقول أن أمها واخواتها هم من يتسببوا لها بهذا المرض حتى يأخذوا راتبها وغير ذلك فتقول فالسيخ خلجزا تدعو عليهم أو أن تكتب وصية أنهم لا يحضرون جنازتها وليس لهم شيء من تركتها الحمد لله أولا نختلف هذا أنت واضح بأنك مبتلى والدنيا هذه دار ابتلاء فالله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليها راجون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك المهتدون ولذلك أكثر من قول إنا لله وإنا إليها راجون ولابد أن تعلم بأن هذه الدار دار ابتلاء ودار أمراض وأعراض ودار عزمات ودار نكبات هذه الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طبائها متطلب في الماء جذب تناري الأمر الثاني أخطى الفاضلة لا بد أن تحتسب الأجر حتى لا يذهب عليك الثواب والأجر فكل ما تتعرضين له هذا في ميزان حسناتك وأجر لك وتنتظمين في سلك أولياء الله والصالحين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل ويبتل المرء على قدر دينه الأمر الآخر رحمد الله عز وجل اللي جعلك مظلومة وما جعلك ظالمة ترى هذه نعمة من نعم الله بعض الناس سبحان الله العظيم يعيش حياة دائما في سلامة ثم ثم يكون خيار أمامه أو خيارات يختار الظلم لعيذب الله فأنت الحمد لله مظلومة ولا استظالمة وهذه نعمة كثير من الناس يعني ما يتفكر في هذا الحمد لله اللي جعلك مظلومة وما جعلك ظالمة هؤلاء الذين يظلمونك هؤلاء مساكين تأخذين من حسناتهم ويأخذون من سيئاتك نسأل الله السلام والعافية أمر الآخر بالنسبة لبعض البصائح ما يحضر من جناسي أو كذا ماذا تستفيدين منها أنت لما إن شاء الله بعد عمر طويل تنتقل إلى الدار الآخرة خلاص أنت في دار جزاء ما تدرين لعلهم يتوبون لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون لعلهم يستعتبون ما تدرين يعني لعلهم يتأثرون بشهود جنازتك ويتوبون إلى الله عز وجل كم من إنسان عاق كم من إنسان مؤذي لما مات من آذاه ومات من عقه وشهد جنازته تاب إلى الله فاتركي مثل هذه لأن هذه وصائلات تنفذ هذه وصائلات تنفذ حاولي أن تتسامحي وأن تعفوي وأن تصفحي لأن الله تعالي يحب الصفح يحب العفو وكل ما تتعرضي إلا في ميزان حسناتك ميزان حسناتك سلامك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم نعم مفيصل تفضل سلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيك الله فيصل جزاكم الله خير حسناتكم أنت والشيخ والإخوان وياك سلام على الشيخ سلام عليه شيخ إن شاء الله يمكن أن نو Tarv والله إتخابه سألي شيخ أي يوم ما احجر بدأت رمضان نصر رمضان ولا نهيت رمضان و الله ما أدري عد و الله ناوين إن شاء الله نياء موجود وإذا الله رازقنا إن شاء الله بالروح وإن شاء الله ما دلساكم الدعاء بعد إن شاء الله آه الله يك identified الله يحفظكم مساء الله izes الله الله نحيا إن شاء الله للموت ما نسأل من دعائي إن شاء الله إن شاء الله فضل الله فضل عليه وتعلمت أنه جزال الله خير الله يباركي إزاك الله خير في أصل شيخ يا سؤال في أصل يقول أيهما كثر عجرا أن يذهب للعمرة في بداية رمضان أو منتصف رمضان أو آخر رمضان الحمد لله طبعا العمرة في رمضان لها فضل قد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان كحجة إلي والأفضل راجع إلى حال الإنسان بما يستطيع ويتيسر له فإذا كان يتيسر له في أي وقت في رمضان لا شك العشر الأواخر أفضل حتى يقوم الليل هناك ويحرص على تحرير ليلة القدر إن أمكنه يبقى العشر الأخير من رمضان ولم يتيسر له ففي أي وقت من أيام رمضان سأك الله خير فانسيخ ننتقل إلى رسالة نصية للقصيرة هي سأل عبر الرقم 6688 يقول الزوجة طيبة هو حنون لكن تنفق بما لا يتتصدق به إلى كل من طلب منها ذلك ولكن كي لا أقلقها وحاول أن لا أمنعها رغم أن أن يقول لست غنيا فلا أدري ما أقول لها الحمد لله أولا لا يجوز لي المرأة أن تتصدق من مال زوجها يعني من نقود زوجها إلا بإذنه وهذا اعتداء منها على مال زوجها ولذلك يجب على كل امرأة أن تفهم هذا الأمر لا يجوز لي المرأة أن تأخذ من نقود زوجها فتتصدق بذلك إلا إذا أذن ورخص لها في ذلك أما ما يتعلق بالطعام فإن كان زائدا فنعم تتصدق بما فضل من الطعام ولها الأجر ولزوجها الأجر حتى وإن كان من دون إذنه لأن الطعام يفسد يسرع إليه الفساد فتتصدق بما زاد لا بما هو من الضروريات أو الحاجيات ولذلك ما دمت أنت فقير أو يعني مثلا متوسط الدخل فيجب عليك أن تنبه زوجتك إذا كنت كارها لهذا غير راض وترى بأن يؤثر على نفقتك الواجبة أن تخبر زوجتك بهذا وهذا حق مشروع لا بد أن تفهم الزوجة بأنه لا يحق لها أن تأخذ من نقود زوجها وأن تتصدق به وما يعني يأتي به الزوج إلى البيت هذا صدق له ما يضع في فيه مرأة صدق ما يأتي به من ملابس طعم هذا صدق له على أهله فتتنبه المرأة لهذا سيكالخير فرصيخ أيضا أقول إذا كنت على جنابه وسمعت يقول صياحة ديك فهل أو هل جزلي أن أدعو لأنها رأت ملكا الحمد لله نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى أن من أن من سمع صياحة الديكة أنه يدعو لأن الديكة يرى ملكا وإذا سمع نهيق الحمير يستعيد لأنها رأت شيطانا أرى الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان لأن نزيل نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا التقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال باس الخليفة من الأخراج سلطان القطامي تقبلوا تحيات محدثكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته